السلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيبي اعمل ايه؟ معاكم سهرة فوزي من قارة مكة كروشي ان شاء الله النهاردة هنعمل عمل مختلف تماما مش درس تعليمي بس لو انت شفت كل الدروس اللي انا عملتها بتاعت الورز الاساسية ان شاء الله تعملي اللي هعمله النهاردة بكل سهولة الأدوات هنستخدمها النهاردة خيط صوف او قط وابرة المونيوم مقاس ثلاثة ونص وحلقة مفاتيح معدن طبعا متوفرة في كل مكان في كل بيت وابرة بس ابرة المونيوم بس عينها واسعة شوية هنضف بها الشور وفصل التازين ده حسب الرغبة التازين ده بتاعك انت يلا نقول بسم الله هنعمل عقدة البداية طبعا اللي احنا تعلمناها سهلة بالشكل ده هاجب الابرة وادخل في الحلقة كده واعمل ايه واسحب عقدة البداية بس اضيقها شوية اسحب عقدة البداية من تحت الحلقة كده وراح قفل عليها بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلات سلسل امسك الطرف ده معايا كده واعمل خمسة عمود بلفة جنب ال ايه سلسل الارتفاع ادي واحد بسم الله ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة وادي الخامس طبعا بسلسل الارتفاع يبقى انا كده عملت ستة اعمدة هعملي تاني هعمل سلسلتين واحد اتنين وارجع اعمل ستة عمود تاني بلفة ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى بالشكل ده انا عملت ايه هنا عملت خمس اعمدة مع سلسل الارتفاع يبقوا ستة عملت سلسلتين ما بينهم ورجعت عملت ستة اعمدة ثاني السطر التاني هيكون ازاي طبعا ده خلاص احنا ماشينا عليه هنقصه بقى بالمقص بعد ما نخلص طرف اللي هو البداية بعد كده هرتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهلف الشغل هتجاهل اول غرزتين تمام وهاجف التالتة اعمل فيها عمود والربعة والخمسة هتجاهل اول اتنين وواحد اتنين هاجف التالتة واعمل فيها ايه؟ عمود واللي بعدها عمود واللي بعدها عمود واللي بعدها كمان ايه؟ عمود تمام هيقبني هنا الفراغ هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه عمودين في نفس المكان اجي واحد اجي اتنين سلسلتين عمودين تاني في نفس الفراغ اجي واحد تاني عمود يبقى انا جيت قبني الفراغ وعملت في ايه؟ عملت فيه عمودين سلسلتين عمودين هاجي في اول غرزة وتاني غرزة وتالت غرزة اعمل فيهم عمود بعد الفراغ على طول هلف الخطة على الابرة وادخل في اول غرزة ما اتلغبطش واسبها وهعمل عمود واللي بعدها اجي واعمل برضو عمود يبقى كده رقم اثنين هاجي في التالت وهعمل برضو عمود بعدها هلف الخطة وهسيب الغرزتين اللي فضلين معي واجي على سلاسل الارتفاع واعمل عمود في تالت سلسلة معينا تالت سلسلة في سلاسل ايه؟ الارتفاع بالشكل ده كده كده بقى عندي فراغ هنا وعندي فراغ في النحية التانية تمام؟ تمام هلف الشغلة عادي جدا واعمل حشو مش في الغرزة اللي انا طلع منها الغرزة التانية هدخل فيها واسحب الخيط واعمل حشو وبعدين ارتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة هسيب اول وتاني غرزة واجي في الثالثة والربعة اعمل ايه؟ عمود بلفة هسيب الاولى والتانية واجي في الثالثة واعمل عمود بلفة واجي في اللي بعدها اعمل عمود بلفة هلاقيني وصلت بكده للفراغ اللي انا كونته في السطر اللي فات هعمل ايه في الفراغ؟ هعمل عمودين سلسلتين عمودين هخلص وارجعلكم ورجعتلكم هنا بعد ما اعملت في الفراغ اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود هعمل ايه بقى؟ هاجي في اول عمود بعد السطفة اللي انا كونته واعمل عمود والغرزة اللي بعدها برضو هعمل عمود هدي كده اعملت عمودين تمام؟ هتجاهل غرزتين ادي واحد اتنين وهاجي في الثالثة واعمل عمود ايه؟ اجي واحد اتنين اجي في الثالثة هنا كده واعمل عمود بلف بالشكل ده كده ايه الخطوة اللي بعد كده هلف الشغل واعمل حشو في الغرزة دي اهي حشو بعد الحشو يا جماعة هرتفع بثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة هسيب اول وثاني غرزة واحد اتنين واجف الثالثة واعمل حشو اهو هدخل فيها واعمل حشو تمام هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة انا عملت سبت غرزتين وعملت حشو وارتفعت ثلاث سلاسل هلقيني وصلت عند مين عند الفراغ هعمل ايه في الفراغ هعمل فيه عمود تمام وعمود تاني وبعدين سلسلتين واحد اتنين وارجع اعمل عمود تاني في نفس المكان بالشكل ده تمام وبعدين ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة واعمل غرزة حشو في اول غرزة هتقابلني هنا اركز بس عشان ايه من اطلق بطش اول غرزة هتقابلني اعمل فيها حشو هنا وبعد الغرزة الحشو هتجاهل غرزتين واعمل عمود في الثالثة هتجاهل اتنين واحد اتنين اجي في الثالثة واعمل ايه عمود بلف ماشي بالشكل ده معي بعد كده ايه اللي هيحصل هاخد سلسلة في الهواء واقص الخيط بالشكل ده ايه اللي هيحصل بعد كده هاجي الخيط اللي انا كنت بدقة بيه واقصه لان انا مش كده كده مشت عليه خلاص هعمل عقدة بداية تاني واجي هنا طبعا ده ضهر الشغل هاجي عند وش الشغل هلاقي هنا كده في الجناب فيه فراغات بتقابلني اهيه فراغات فراغات صح اهو هاجي هنا عند اول غرزة قبل الفراغ اول غرزة قبل الفراغ وادخل فيها بالابرة كده دخلت فيها اصحب بقى عودة البداية اللي انا عملتها امسك الطرف التاني كويس اصحب عودة البداية وارتفع سلسلة واشد كده من تحت عشان ايه يثبت هعمل ايه بقى هاجي في اول فراغ هنا هيقابلني وهعمل فيه غرز حشو لحد ما يحسوا ان هو اتملا ادي واحد ادي اثنين طبعا كله حسب سمك الخط اللي انت شغال به ادي ثلاثة ادي اربعة انا عملت فيه اربع غرز حشو هاجي على الفراغ اللي بعده واعمل بردو غرز حشو طبعا انا ماشي على الخط اللي ورا معي لانا كنت عملت عودة البداية هنا بردو هعمل حشو واحد اثنين الفراغ اللي بعده هتنقل عليه واحد اثنين هروح للي بعده واحد اثنين هكمل وارجعلكم طبعا انا هنا مشيت على طبعا داي جماعة حلاء مشيتها على الاطراف بتاعته كلها بغرز حشو ودي كانت وجيت عندي هنا الغرزة اللي هنا وعملت ممزلقة والمفروض ان انا هقطع الخيط همسك كده بالمقص واقطع اروح شداء تمام طبعا من الخيط الورا دا انا كنت ماشي عليه فخلاص هو كده السبت معي هروح قصة بقى الزيادة وبردو دا انا مشيت عليه وانا شغالة اما بنمسك الخيط كده من ورا واحنا شغالين احنا كده بنمشي عليه بالغرز فبقشله اسهر خلاص السبت تحت الشغل هاجي هنا بقى عند الطرف اللي معايا دا هعمل ايه هلضمه هنا في الابرة وامشي بيه زي ما وردكو في المفرش كده وداريه واقطع ويبقى كده انتهى معينا هنا انا كنت عاملة الفردة التانية مسخنت مصدس الشام وجبت الفاص وروحت لازقاه وجبت الحلقة طبعا ديت اللي هي بتدخل في الوين من اي حلقة قديم عندك او بيباع جملة لو حب بقى انت تنفيذي هبقى اعمل معكم حلقة تاني وبقى معانا بالشكل ده جميل جدا والله شكل حلو وبجد في الفيديو وانا لبسته لقيت شكله جميل جدا وفي افكار تانية جديدة لو انت او مرة تشوفيني ياريت تشترك في القناة ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله